هذا وقد وصلت اليوم إلى مدينة المكلة بحضر موت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الجريمة التي استهدفت أمس أفراد نقطة المضيئة الأمنية بمديرية سيحوت واسفرت عن استشهاد 20 جندي ونجاة واحد فقط ووفقا لمركز الإعلام الأمني فإن وزيرة الداخلية طلب من وزارة الدفاع نقل أعضاء اللجنة على متن طائرات عسكرية إلى حضر موت لمباشرة أعمال التحقيق في الجريمة بأقصى سرعة ممكنة هذا وتتكون لجنة التحقيق الوزارية من اللواء صالح عبد الحبيب الوكيل المساعد لعمليات الشرطة طيق الطاع الأمن والشرطة والعمل دكتور رياض الفقير مدير عام الرقابة والتفتيش والعقيد فؤاد جرواش نائب مدير عام مكافحة الإرهاب اشتركوا في القناة